اللي جاي بقى اللي انت بتأمل فيه في ضوء الترشيحات اللي موجودة الوقت هل في شخص معين ما فيش ترشيحات لسه ما فيش ترشيحات ما فيش ترشيحات رسمية يعني لا رسمية ما فيش بس الوسط عارف مين اللي ناوي يعني اه يعني اه انا عايز طبعا ناس جديدة عندها افكار جديدة تقدر تنفذها ناس عندهم اتصال بالعالم شباب يعني ده مش كلام انشاء ده كلام حقيقي يعني حتى لو الخبراء ليه ما قلت ليش ان انا عايز رئيس اتحاد كرة شخصيته قوية قدام الاهل والزمالك دي حاجة بديهية ودي حاجة انت شفتها في السنوات اللي فاتت اه طبعا انهم كانوا موجودين يعني لا 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 الاهل والزمالك اقوى من اي رئيس الاتحاد الكرة الاهل والزمالك اقوى من اي رئيس اتحاد كرة مش دلوقتي بس من 40 سنة ومن 50 سنة يعني من بعد المشير عبدالحكيم عامر اللي كان رئيس اتحاد الكرة في الخمسينات من بعدها الاهل والزمالك اقوى من اي رئيس اي رئيس نادي بس ده مش صح اي رئيس اتحاد نسلحه ازاي ده تعامل للصح تعامل اللي ليش مجاملة مفيش تتخذ قرارات سليمة يعني اتحادات الكرة اللي فاتت كانت تجامل الاهل والزمالك مش تجامل مش ادر عليهم المصلحة العامة هي اللي تحكم القرارات تبقى واحدة يبقى فيه ما ينفعشي النهاردة بسيطة عوية ما ينفعش انا اتحاد كرة حقول مفيش تأجيل المباريات عشان المباريات المحلية عشان افريقيا بعدين يجي الاهل او يجي الزمالك يطلب ان هو يأجل المباراة في الدوري عشان بيلعب في افريقيا وفقا للقواعد اللي اعلنت وهو وفق عليها وانت الاتحاد توفق ان كده تأجلها له اشتركوا في القناة